جماجم وعظام مبعثرة هنا وهناك بقايا لملابس جرفتها مياه الأمطار لتكشف للعالم مقترفه داعش ضد المحتجزين في سجن بادوش بشمال غرب مدينة الموصل عند استلائهم عليه مئات الجثث دفنت بشكل عشوائي في أحد الأودية الواقع على بعد نحو كيلومتر واحد من الجهة الجنوبية للسجن في وقت تشير التوقعات إلى قتل آلاف المحتجزين كانوا متواجدين في السجن ودفنهم بهذا الشكل دواعش عندما قاموا بعدام هؤلاء السجناء قاموا بردم هذا الوادي وهذه الجثث الموجودة هناك قسم من الجثث يعني هذه ظاهرة دلالة وقسم من المدنيين دافنيهم يعني طلعوا جرفهم المي فشالهم دفنوه تشير المصادر أن تنظيم داعش عندما استولى على مدينة الموصل في 2014 اختفى جميع حراس السجن بعدها دخلت مجامعه من عناصر التنظيم السجن وهم يصرخون أنقذكم الثوار وبدأوا يجمعون السجناء حسب الطائفة بعد إلقاء القبض على أغلب الهاربين تبار عناصر داعش إلى إعدام السجناء عند أقرب يواد وإطلاق النار عليهم وبعضهم قد قتلوا ذبحا بطرق بشعة بعدها قاموا بهدم السجن الذي أصبح أثرا بعد عين هذا الجثث التي أعترنا عليها ديش المقبرة هي السجناء بادوش ما يقارب أعدادهم 13 ألف سجين هذا السجن كان سجن مركزي واسع كلش وانتوا تلاحظون هذا الدمار خلف داعش خلف هذا الدمار فلش هاي البناية عثر الجيش العراقي على هذه المقبرة من خلال معلومات أدلى بها أحد الشهود الذي أبلغ القوات الأمنية بأنه شارك في وقتها بدفن الجثث بعد أن تركهم عناصر داعش في العراء بهذا الوادي الذي يبدو للعيان بشكل واضح معالم الدفن الذي تمت بطريقة عشوائية للجثث أكثر مني جرف الماء قد لا تقدم قد نام تلقى جماعة جثث أي أكثر وبعد هاي التلال كلها مقابر وبعد إحنا جانا ندور يعني جزء إن شاء الله مصادرنا إذا يدلونا على مقابر جديدة هم ندلي بها إن شاء الله بقايا لعظامن وملابس في هذا الوادي شاهد على حجم الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية جرائم قد تدخل في خانة الإبادة الجماعية من منطقة بادوش حميد زيباري الحرة